تعالنا نضروح بقى على حاجة انا طول عمري بتساءل بالمناسبة هو احنا متفوقين في السكواش تحديدا ليه والله العظيم يعني ما شاء الله ما شاء الله اللعيبة اللعيبة السكواش المصريين متفوقين طول الوقت من ايام صديقي برادة برادة وحشني بالمناسبة اتمنى انه انا عايز اكلمه والله وحشني وحشني يعني وبرادة صاحبي يعني مش مجرد رجل نجم رياضي مشهور يعني من ايام برادة وانت طالع عندنا لعيبة سكواش ما شاء الله ما مش بس عالمين مصنفين تلاقيهم كده مثلا ايام دايما في الطوب فايف على مستوى العالم ونفس اعرف ايه السر مصر على عرش السكواش في بطولة انجلترا المفتوحة للناشئين عشرين تلاتة وعشرين بس كده لا ده تتصدر القائمة الكاملة لدول العالم في المربع الدهبي برصيد خمسة وعشرين ميدالية متنوعة تاتش وود ما شاء الله مبروك على ابطالنا وبرافو برافو برافو احنا معنا مروان على التليفون يا جماعة معنا مروان عسل المركز الاول تحت خمستاشر ازاك يا مروان ازا عادتك الاخبار؟ عامل ايه يا حبيبي اخبارك ايه؟ قلها الحمد لله انت بقلك كم سنة سكواش لحد دلوقتي؟ اه حوالي ست سنين كده ست سنين عظيم ومركز اول على مستوى العالم وارد ان احنا دايما في السكواش شطار ابطال عالم طول الوقت احنا عندنا مدربين على اعلى مستوى في مصر هنا ايه الجمال ده؟ يعني ومدربين الفتنس ومدربين السكواش لكن هما احناك عندهم برة كلوا عندهم فتنس بس ما فيش سكواش عندهم فتنس بس ما فيش سكواش اشرحلي باعتباري مش لعيب سكواش زيك؟ يعني ما عندهمش المهارة ما عندهمش المهارة ان هما يعني ما يدرشوا يحطوا الكرة صحة كده يعني ايوه مكر اللاعب الشطارة بتاعت اللاعب لهم عندهم يعني لعبهم صريح فهمتك فهمتك أصعب حد وجهته الحد دلوقتي كان مين أصعب حد دور التمانية واحد مصري برضو اسمه آدم حول اسمه إيه معلش آدم حول آدم ده كان أصعب حد ده كان من عندنا في مصر برضو آه ده كان أصعب واحد يعني حتى المنافسة كانت ما بين المصريين وبعضهم والله نظيمكم تفرحوا عن مروان برافو عليكم حاجة تشرف مروان ألف 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 مبروك حبينا كده نسلم ونقولك ألف مبروك وحاول أكتشف سر تفوق مصر في السكواش كل الشكر مروان عسل صاحب المركز الأول سكواش بطولة إنجلترا المفتوحة تحت 15 سنة